تلميز عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي ان ده يتحقق معاك أمين عزيزي مشاهد ارحب بيك في حلقة جديدة من مدرسة المسيح يسوع نفسه بيدعونا ان نكون له تلاميذ وده شرف شرف انك تكون تلميذ للمعلم وللسيد ناس كتير او يتحرمت من الشرف دوت ناس كتير مؤمنين لكن ليسوا تلاميذ للمسيح الوعد ان كل شعبك تلاميذ للرب وده اللي احنا بنصليه ان الكنيسة ترجع مرة تانية تلميذ للمسيح من كبرها لصغيرها وفي طريق التلماذة انا وانت كل يوم بنتعلم حاجة جديدة كل ما بفتح الكتاب بتعلم حاجة جديدة كل ما بارك عصالي ربنا بيعلن لي امر جديد لانه المعرفة دي ملهاش نهاية بيقول بولس اعرف بعض المعرفة اذا كان بولس كده امال انا وانت نبقى ايه مش كده لكن احنا بكل اسف روح المعلمة والاحساس انا فاهم وانا عارف ملقت قلوبنا فاتحرمنا من امتياز ان نتعلم الرب وطرقه المستقيمة في رحلتنا في هذه المدرسة وصلنا لغاية ما نسميه صلاة الطلب والتضرع وقلنا الكتاب فتح حنين عشان نعرف ان دي مكونة من ثلاث حاجات السؤال بسأل احتياجي الروحي والمادي الطلب طلب الرب عشان كده جات سيك بدور على ربنا وبجده تطلبونني تجدونني وده اروح بكتير من اللي باخده من ربنا اني ألاقي ربنا هو الشبع الحقيقي وهو امتياز العلاقة الحقيقية معه فالطلب تعبير الاحتياج الحقيقي ادركت ان احتياجي مش عطياء احتياجي هو وهو تعبير الحب لاني عايز ربنا ومعه لا اريد شيئا على الارض الجانب التالت اللي بنسميه صلاة التضرع من اجل ملكوت الله من اجل الاخرين وفي رحلتنا دي تقولنا ماذا اطلب هنا وهنا وهنا وقلنا لماذا اطلب اذا كان هنا تزاد ليا لو انا طلبت ملكوت الله وابره تزاد ليا اطلبها ليه عشان واحد اتنين ثلاثة فاكرين ليه هنا بدور لما لاقي ربنا عشان قلبي منقسم بصارع بصارع مع مين بصارع مع روحي مع عوجي في اللحظة اللي بطلبه من كل قلبي حلقيه في اللحظة ديت ليه اتضرع ليه اطلب ليه عشان انا بتغير عشان كده اتقالت المقولة دي كتير ان اخطر ما يخاف منه ابليس هو الركب الساجدة يوعزوا زي ما انتوا عايزين رنموا زي ما انتوا عايزين بس ما تطلبوش ما تطلبوش ملكوت الله وبره وإلا هتطربق على دماغي ده اللي بيقوله ابليس احنا عايزين نطربقها على دماغه فعايزين نتعلم ازاي نتدرع من اجل ملكوت الله الحلقة دي هنبتدي الجزء الرابع بتاعنا في دراسة طلبوتك كيف احنا قلنا دايما ايه ليه ايه 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 ازاي ما ما تعلمتش من غير معرف ازاي دايما الكتاب بيقوللي ايه وبين بيقوللي ليه وبين بيقوللي ازاي فبقى انا فهمت الدرس كده وتعلمته كيف هنصلي الصلاة المستجابة هل الكتاب حط الشروط ليه بيقول تطلبون ولستم تأخذون فاكرين في عقوب يقول كده تطلبون ولستم تأخذون يعني اه لا كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرأ يفتح لا ازاي عقوب جاي يقول تطلبون ولستم تأخذون وخبرتنا العملية بتحصل كتير صح كده لأن فيه شروط تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا بتطلب الحاجة غلط والهدف غلط لكي تنفقه فيه شهواتكم فقال لي انت مستغرب ليه ان الطلبة غير مستجابة غير مستجابة لأن ك اللي بتطلبه غلط والغرض والدافع برضو ايه غلط ايه الشروط اللي حطها الكتاب للطلبة المستجابة بالذات بنتكلم عن التضرع هنا التوسل الصلاة التوسلية من أجل الآخرين هنا اتفقنا ده تعبير ايمان ربنا يعلم ما احتاجه واذا عايش صح حيملق احتياجي اذا عايش غلط مش هكون في المكان اللي يملق فيه احتياجي وانا بطل ملكوت الله وبره انا بقف في المكان الصح ففي المكان الصح احتياجاتي حصل الله ايه تزاد انا مش متكل على ربنا ومش معتمد على ربنا وبدور بايدي على احتياجاتي يسد احتياجاتي حيقول لي خلي ايدك ايه انفعك انت مش متكل علي انت مش بتسق في مصبوط بخلي بالكو هنا بنتكلم عنا في شروط في ايه في شروط بتخلي الوعود دي تتحقق او ما تتحققش ليه ناس ورثت الموعيد وناس لم ترث الموعيد ليه ربنا عنده خيار وفقوس ربنا عايز ناس وناس لا ابدا ابدا ليه بنسمع عن فلان ومين اريني واستخدام الله لي والشفاء اللي حصل والناس اللي حاية تتغيرت عاشت ازاي صلت ازاي ويا بتصلي المرضك بتصلي ازاي كتقول يا رب خد مرضه مرضه حطهوه علي بس شفيه مهم ده اللي يقو في الصغر تخيله تخيله حد يصلي كده لاج المرض خد مرض الناس حطه علي بس خفيفهم هم تصلي الصلاة دي فيه شروط للصلاة المستجابة ايه اللي قالوا الكتاب ايه اللي قالوا الكتاب عندنا ست حاجات حنقولها مافتكرش هم كلهم لكنهم اكتر الامور وضوحا وصراحة فيه شروط الصلاة المستجابة او كيف نصلي الصلاة المستجابة او الواحدة بديهية جدا بحسن مشيئة طلع مش كده لما نطلب رادي اتفقنا ربنا مش حديني ليه مش حديني التعبان لما اطلب بيضة يديني بيضة اطلب تعتبان حديني تعبان مش حديني تعبان فالصلاة المستجابة اول حاجة بحسن مشيئة طلقات كتير قاوية بتقول كده انثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون في يكون لكم اللي ايه لان ساعة اللي انتم عايزينو إذا ثبتتم في وثبت كلامي فيكم إذا انتم عايشين في وفكري ومشيئتي عايشة فيكم اللي انتم عايزينو حبل ايه اللي انا عايش مش حتطلبه رادي حتطلبه مشيئتي تطلبون ما تريدون فيكون لكم احن بناخد الجزء الأخير دي اللي انا عايز اطلبوا يابني استنى في عبارة قبلها صح كده صح كده نفس الآية وحدة طريقة تانية بيقول نفس المعنى هنا بيقول احنا ما نعرفش نصلي صح احنا مش عارفين الصح من الغلط كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا رمية 28 و 26 لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجليه كما ينبغي ام المين عارف الروح القدس الروح نفسه يشفع فينا يشفع هنا يعني يتشفع يصلي بالنيابة عننا بس يصلي بالنيابة عننا فين فينا يصلي يشفع فينا مش يشفع لنا مش بتكلم هنا عن الشفاعة يعني ان واحد بيصلي بدالي وبيقول معلش سامحه يا رب عشان خطري المسيح شفيعنا في السماء دمه كفارة لخطيان لكن روح القدس بيشفع فين فينا بيشفع فينا يعني بيتوسل هنا يشفع يعني بيتوسل فينا بأنات بآهات بصراخ لا ينطق به مرات بتبقى ما فيش كلام طالع لان الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح هيعمل ايه بقى بناء على المعادلة دي بحسب مشيئة الله يشفع يتوسل للقدسين لا فين في القدسين يعني انا في الصلاة بدي نفسي اقول له يا روح الله انا هو استخدمني توسل فيه من من اجل القدسين توسل فيه من اجل العالم الخاطئ فبديله نفسي شان يصلي فيه الصلاة التوسلية او اللي بنسميها الصلاة التشفع دي مش الشفاعة مش بتكلم عن يشفع لنا يشفع فيه فينا ارجو ان الفرق ما بين الكلمتين يبقى واضح جدا لما سمعنا اية تانية يحن الاولى خمسة اربعتاشة بيقول هادي الثقة التي لنا عنده انطلبنا شيئا حسب مشيئته يعمل ايه يسمع لنا هادي الثقة التي لنا انطلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا عشان كده لما لو انا بطلب لنفسي لو جيت قلت له يا رب املقني بالروح القدس فيه احتمال ما يملقنيش بالروح القدس لانه عنده امر بيقول لي امتليه بالروح فيه حاجات بديهية لازم اخدها لاندي رغبة الله في حياتي لكن لو انا عايز امتلي بيروح القدس عشان اتمنظر عالناس عشان اتمنظر بمواهب يديني يبقى تطلبونا لكي تنفقوا في شهاواتكم اذا انا بطلب مشيئة الله يسمع لنا مية 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 هذه الثقة التي لنا عندها كلنا مفقين على المبدأ ده صح مفتكرش حد معايا هيتخانق معايا المبدأ التاني بقى حكاية يمكن يكون لبعضنا جديد يمكن بيقول ايه المبدأ التاني بقى ده بحسب حجم يعني ايه اصلي بحسب حجم الطلبة يعني ايه الصلة لازم تكون بحسب حجم الطلبة حد سمع لي برقل جاه سمع لي برقل جاه طيب خلينا نشوف فيلم خلينا نشوف فيديو خلينا نشوف لقطة من الممثل العظيم بتاعنا في مدرسة المسيح تشرح لنا موضوع ينبغي ان تكون الصلاة بحسب حجم الطلبة مدرسة المسيح يا رب بشكرك عشان انت صالح بص يا رب انا هنخش في الموضوع على طول انا عايز ربع جنيه ربع جنيه بس انت عارف ده احتياجي وانت بتسدي الاحتياج وانا احتياجي النهاردة ربع جنيه ربع جنيه ده ده حاجة بالنسبة لك مش حاجة كبيرة ربع جنيه ده ده هيجاب لي حاجات كتير وانا عايز ربع جنيه من فضلك انا عايز ربع جنيه ربع جنيه بس يا رب يا رب من فضلك هو ربع جنيه هيخليني احسن واحد ده اللي انت قلت وانت قلت يعني اطلبه تاجد وانا محتاج ربع جنيه وانت غني جدا وتقدر تديني ربع جنيه من فضلك تديني ربع جنيه امين اه طب معلش بص ما تنساش النهاردة ربع جنيه بس ربع جنيه يا غني يا كبير ديني ربع جنيه بس ربع جنيه أكيد ده عندك كتير يعني أمين آه يا رب لو سمحت لو سمحت ما تنساش تشفي خالتي أمين إيه رأيكم عايز يقول إيه اللقطة دي عايز تقول إيه إيه الانتباع اللجواك اللجي لك من اللقطة ديت أيوه ممكن المايك لا هو بالنسبة له في اللقطة ديت اللي هو الربع جنيه بالنسبة له أهم من خلطه تتشفي يعني ما أنا حاجة صغيرة قوي بس يعني ما كانتش تستاهل إنه هو يقعد نص ساعة عشان الربع جنيه فنص ساعة عشان الربع جنيه وثانية عشان خلطه حموق ساعة جديه إيه تاني أيوه فضل الأنانية الأنانية فيه أنانية عنده هو عايز حاجة مادية مش عايز غيرها وعمالي يتحال على الربع شفاء خلطه دي حاجة مادية بس ده هو افتكرها بعد ما قال أمين يعني فهو حاب يرد حاب يرد ضميره يعني بدل ما خلطه تزعل إن الطلبة بتاعته حاسسها إنها كبيرة ربع جنيه بس بالنسبة لربنا صغيرة قوي فعمال بيقوله الدهاني هي هتفرق معي أنا دي كبيرة قوي بالنسبة لي بس بالنسبة لك أنت صغيرة جدا فأنا حاس أنه هو شايف أنه في فرق بين وجهة نظر ووجهة نظر ربنا أيوه نجي هنا ممكن مايك بليز هو بيطلب بالحياة بالحياة جامد فهي طلبة يعني هو ربنا مش عايز كده يعني ليه؟ لأنه هي ربع جنيه ما ليه الصلاب اللاجاجة بس مش في حاجة معي هنا يعني لو خمسين قرش يليج لكن ربع جنيه ما تستهيلش مش ما تستهيلش هي حاجة صغيرة بس ربنا مش عايز كده ليه؟ لأنه هو جايز يكون إيه الغلط 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 هو بيؤمن ربنا بيؤمن ربنا أن انا عايز ربع جنيه عايز ربع إليه بس الطلبة كان نظام زي جحاتك شحاتك عشان طلبه مشيطة الله أولا طلبه مشيطة ربنا ربنا بتالي عايز يبعت ربع جنيه برضه يعني مش عارف عشرا بعيدا يعني ما عادي وردلات عامل ايه بربع جنيه يعني لو كان طلب خمسة عشان جنيه قد تفهمت لا يعني أنا الأول تبع لربنا وبعد كده أفكر في احتياجاتي طلب العطية طلب العطية هو طلب من ربنا ما أنا من حايا أسأل أهل أسأله هو أهل أسأله تعطوا وده سؤال يعني الراجل ربع جنيه طلبها من ربنا حتى ما خدهش من جيب حد يعني راجل ملتزم أنه حتى أقل احتياج هاخده من ربنا إيه الغلطة طلب منه وما طلبهش هو طب ما يمكن قبلها طلبه هو إيه الغلطة في أنه هو بيطلب ربع جنيه عمل اللي عمله ده أعتقد الغلط بتاعه لأن طلبه صغير جدا ومقتر قوي قوي في الصلاة على أنه مركز في طلبه صغير ده طلب صغير والطريقة اللي بطلب بيها كبيرة مظبوط فأنت هم تتفرج عليه بتعمل إيه أنت بتضحك أنت بتضحك وما ربنا يعمل إيه أنا حقيقة شايفة الكليب ده واقع جدا تقريبا واقع جدا نحن تقريبا هو ده اللي فهمينه عن الصلاة يعني قبل المحاضرات دي أظن أننا هو ده اللي كنا فعلا فهمينه عن الصلاة اللي هو قعد زن زن على ربنا في حاجات صغيرة وانا مش فاهمة فكره مش فاهمة يعني إيه تزاد لنا وكمان ما تنساش ها اللي هو أنت طبعا عندك كتير قوي فأنت شكلك هتنسى لا يعني في وقت كده ما تنساش رمع جنيه يعني فهو ده فعلا للفكر اللي احنا متخيلينه عن الصلاة حاجة صغيرة قوي إن المفروض قعد زن على ربنا علشان هو ممكن ينسى ممكن ما ياخدش في باله وممكن يكون كده هنبازي يضيف حاجة أيوة أنا شايف أنه هو عطى لطلبة صغيرة وقت كبير قوي قوي زيادة عن اللزوم يعني لكن هو ما طلبش أي حاجة لأي حد ولا حتى شكر ربنا لا طلب خالته اخدش بالك من خالته ولا غير دي انت الدرجة ما عددتش عليك حاجة كده أوكي أنا أفتكر أنتوا يعني قلتوا اللي مفيد بس الطريقة الدرامية دي احنا بنعملها صحي حاجات صغيرة بنطلبها بحجم كبير وحاجات كبيرة بنطلبها بحجم صغير معناها ايه منين جات الفكرة دي اللي احنا كتبينها أن الصلاة لازم تكون بحجم الطلبة بطلب حاجة كبيرة أطلبها بحسب حجمها بطلب حاجة صغيرة بطلبها بحسب ايه حجمها صح؟ أنت تخيل أنك أنت أب وابنك جاي يقول لك كده بابا بليز بليز ربع جنيه تنبيه ربع جنيه ما تطلب حاجة عدلة يعني 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 تبطلب جنيه تبطلب عشرة بس أنت النهاردة هتطلب ربع جنيه تعمل بيه ايه إحنا السركازم ده السخرية دي بتعبر عن ده معناه أنا مش فاهم أنا بقول إيه أنا مش فاهم يعني بني بيوصل لي يقول لي أنت مش فاهم أنت مش فاهم أنت مش فاهم أنت مش فاهم بار من السؤال والقرعة مش كده؟ أنت مش فاهم ده لو ما طلبتوش حد ديه مش محتاج خالص تتزلل ولا تتدرع من أجل الأمر ده صح؟ ده ده وانت معادي تقول بابا أنا خدت فلوس هناك صح كده؟ يعني ابني بيعادي بيقول بابا أنا خدت عشرة جنيه ونازل ما بيطلبهاش دي موجودة صح؟ ده لا بحتاج تعيط ولا تصرخ ولا تفتكر مش عاديك خالص إذا أنت فاهم حقك وإنت عارف أن ده مش ما تتوسليش ما تضيعش وقت بطلب لأجل واحد مريض غير بطلب لأجل واحد خاطب يحلك حجم الطلبة لازم يتناسب معه أنا بطلب حاجة أكبر دلوقتي ده واحد موجوع بس ده واحد على فراش الموت ده مرمي في البحيرة المتقدة من نرو كبريت وعايزين ننقله حطلوها نفس الطريقة ابقى على فكرة فيه كده حوالي كم مليون هالكين ابقى شوف حاجة يعني أعملها معاهم فرباني يبصلي يقول لي أنت مش فاهم أنت مقولش حاجة أنت بالنسبة لي إيه أنت مقولش حاجة التوازن بين حجم الطلبة وطريقة الصلاة بتعني أني فاهم بتعني أني مدرك بتعني أني شريك مع ربنا في الطلب دوت مظبوط؟ طيب جيبنا منين الكلام دوت؟ ده من عندنا؟ ده سكتش علمنا؟ ولا ده فيه آيات بتقول حاجة زي كده نسمع الكتاب نسمع إيه؟ نسمع الكتاب الكتاب بيقول إيه؟ لما بنسمع رجال الله لما صلوا من أجل شعب من أجل أمة من أجل تاريخ من أجل جماعة صلوا إزاي؟ لأجل حاجة كبيرة طلبوها إزاي؟ أول واحد نحمية نحمية شخص كان يعني في مكانة مرموقة جدا هو صحيح كان من ضمن المسبيين لكن أنعم علي الله فبقى ساقي الإمبراطور فاكريني خصة يوسف لما قلنا ساقي الملك ده ساقي الإمبراطور ده مش ملك مش فرعون ده ساقي الإمبراطور وعايش في المكان ده فعايش في القصر عايش في المدينة اللي فيها القصر الكبير دوت ومستقبله ومستقبل عيلته كل حاجة ميت فل وعشر سمع أخبار شعبه سمع أخبار أوروشاليم اللي تعني بالنسبة لنا النهاردة الكنيسة مش كده أوروشاليم بالنسبة لنا الكنيسة إن أسوارها منهدمة أبوابها محروقة بالنار وإن الشعب في عار عظيم إن الكنيسة حالها وحش قوي قوي أنا حالتي مع ربنا هاي حالتي الروحية كويسة حالتي المادية كويسة وأسريتي كويسة كل حالة كويسة بس حال الشعب بتاع ربنا روحيا ومدنيا وأدبيا مزري حاولي روح أنا مالي الحمد لله أنا الحمد لله ربنا ما نشح سميك كده بيقول لما سمعت هذا الكلام عملت جلسته زوقعت من طولي تخلي منظر ده رحت قاعد على حيلي جلسته وبكيته يعني ايه بكيته يعني بتار الدموعي تعمل ايه تجري من عناية وبعدين و ايه ونحته ايه الفرق بين البكاء والنوح ستات يقول لنا أيوا الفرق البكاء الدموع النوح صراخ صراخ شكده بكيت دموعي نزلت نوحته معناها شهلقته عارفين شهلقته كده 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 تشحتفته دي نوحته حجم المصيبة خلاه يتفاعل بحجمها بكيته ونحته وصمته وصليته نص ساعة يوم كرست يومين اياما عارفين اللي حصل بعدها مش كده فيه اللي حصل بعدها اللي ابوها بتفتحت وخد خشب وخد مش عارف ايه وخد متصريح ونزل وبنى الصور وحاجة معجزة تغيير في التاريخ حصل البداية بتاعته كانت ايه صلة من اني نوع من نوع ده بحسب حجم الطلبة صلة فربنا قال انت فاهم دي صلة توصل الطلبة كده وبيصلي كده فاهمين بقول ايه مسأل تاني مسأل تاني دانيال نفس الفكرة في السبي ورئيس وزر مش ساق الملك مش ساق الامبراطور رئيس وزر حضرته وبيلو انا هناك وجهته وجهي الى الله السيد دانيال تسعى دي اصح كامل عن الصلاة طالبا بالصلاة والتدرعات بالصوم والمسح والرماد عشان ايه عشان انا بصلي من اجل شعب مسبي يرجع انا مش بصلي عشان خلتي عندها الفلونزة بخنازير انا بصلي عشان امة مسبية عشان حضارة مفقودة عشان ميراس ضاع اذا ما صلتش بالطريقة دي ربنا هيقول لي انت مش بتصلي انت ما حسيتش بقلبي انت مش شايف حجم المشكلة انت مش بتصلي قدها انا مش بطلبني ادفع تمانها بس اصلي قدها لو ابنك على فراش الموت لو اخوك على فراش الموت هتصلي ازاي لاجله هتركع كده وتحط ايدك عليه باسم يسوع المسيح يخف واذا ما خفش خده يا رب ولا لو ده اخوك او ابنك هتبكي هتبكي لغاية لما دموعك تخلص وتتوسل امام ربنا انا بتكلم صح لغلق ده رد فعل الطبيعي وحتقول في الاخر رب اذا ما شاءتك ما يخفش يتكن يردك لكن هتتمسك بانه يخف اذا ما عملتش كده الناس ما بسط عليك هتقولك انت ما بتحبوش صح الصلاة بحسب حجم الطلبة مثل تاني من الكتاب ارمية بيصلي لشعب وبيقول يا ليت رأس ماء عينية ينبوك دايب اكوز مية وعينية دي يتصنى بتاعت ما حدا فيها وتعيط وعيط نهارا وليلا عشان ايه قتلى بنت شعبي ربنا ادنا كم سنة ورا بعد اروح احضر مؤتمر الصلاة لأجل العراق من المؤمنين العراقيين بيصالوا من أجل بلدهم السنين دي بالذات كان الوضع صعب جدا الصبح كل عيلة وهي نزلة بيسلموا على بعض مش عارفين مين هيروح ومين مش هيروح كل يوم القتلى بالعشرات وبالميات في الشوارع انفجار هنا وعشرين تلاتين وخمسين ستين ومش عارف ايه وايه قتلى بنت شعبي مليين للمدينة هنصال ازاي عشان العراق صراخ صراخ دموع رجال وستات بيصوتوا اي حد حيخش يقول دول مجانين يحد حيقول اقل من كده ابقى بهزر ابقى بهزر ده اللي بيقوله ارمية هتعايد كل ده ليه قتلى بنت شعبي قتلى بنت شعبي بص في مراسي بينادي الكنيسة تصلي ازاي من اجل شعبها بينادي المؤمنين يصلي ازاي من اجل الناس الهالكين صرخ قلبهم الى السيد ياسور بنت صيون اسكبي الدم كنهر اسكبي الدم كنهر نهار وليلة لا تعطي ذاتك راح لا تكف حدقة عينك قوم اهتفي في الليل في اول الهزر اسكبي كمياه انقلبك قبالة وجه السيد ارفع اليه يديك لاجل نفس اطفالك المخش عليهم من الجوع في رأس كل شهر اذا الصلاة مش بحسب حجن الطلبة تستجاب ابقى صليت خلت يا رب اخلي بقى لك كمية الايات اللي بتقول الكلمات ديت طولا وعرضا ملهاش اول اخر غلط بوليس بيصلي من اجل اولاده بيقول اولادي الذين اتمخض بهم ايه العبارة دي بسموها بالانجليزي Traveiling Prayer ايه التمخض ده عارفين المخاض اللي هو ايه ستة لما ايه بتولد شفت الستة وها بتولد بتعمل ايه شفت الصراخ شفت الوجع مش كده بس مش تجيب ايه بيه بتجيب طفل للحياة تجيب طفل للحياة بيقول انا روحيا بعمل كده وانا بصلي وانا بصلي بتمخض بالناس عشان اولدهم وبتمخض بالناس في الصلاة عشان احافظ عليهم مش بعض عاية عن ربع جنيه وعشان خلتي بقول له بحسب حجم الطلبة بحسب حجم الطلبة تلاتة وحق دي فرصة للأسئلة بقلب ناقي واحنا قتلناها بحسن مش كده في القلب النقي فمش هاخد وقت طويل منك واستاد استخدمنا الآية دي إن رعيته إثما في قلبي لا يستمع لي يا رب حد سأل من حلقة أو من حلقتين السؤال دوت هقدر أتضرع من أجل الناس وأنا قلبي غير نقي بتحكي على روحي بتحكي على ربنا صح كده انت شايف مصيبة جواك تقول يا رب الناس اتعبين انها مش شايفاك وانا مش شايفاك برضو بس مش مهمة دلوقتي بقول لك ايه بقول لك ايه مش كده نقي قلبك هتشوف ربنا هتشوف قلبه هتعرف تصلي من أجل الناس الضيعة والناس التعبانة والناس المريضة صح كده فمش لأ ربنا مش بيسمع لأن ربنا بيقول حبيبي حبيبي اعمل الصح الأول نظف إزازك وبعين تعالي نتفاهم في حياة الناس دي تظهر تعملها دلوقتي دي مش حاجة محتاجة سنة مسألة حتأخرك عن الصلاة سنة دي حن اترك قطبانك قدام المزبح وازهب أولا اصطلق وتعالا صح بقلب نقي خدنا تلاتة من الستة وعايز اتوقفين بحسب مشيط الله بحسب حجم الطلبة بقلب نقي مش هعرف اصلي نمرة اتنين دي أصعبهم صح كده عشان كده خدنا لها الفيديو او الكليب اللي احنا شفناها ده غير ربنا فتح حناية وشفت الناس اللي بعيدة عن ربنا حالتها ايه وشفت حزن ربنا عليه ومشاكله ايه احنا بشوف اللي بعيدة عن ربنا مبسوطين وفرحنين وبيشيشوا وبيسكروا وبيشربوا مخدرات وبيمارسوا الجنس مبسوطين معايصين احنا مش شافينهم فريسة لإبليس تأكلها الزئاب احنا مش شافين صوت الصراخ اللي جواهم والحزن والجحيم اللي في عمقهم احنا مش شافين المصير الأبدي اللي مالوش نهاية احنا شافين الصراخ مبرة مالهم كايسين مش شافين لا الجحيم اللي جواهم ولا الجحيم اللي منتظرهم لو انا شفت ده مش حصل لهم بالطريقة اللي بنصلي بيها خالص حصلي بالطريقة دي سكبت عينايا بوع دموع تسكب إلى أن يسمع الرب لا تعطي ذاتك يراح قوم اهتفي في أول الهزة حنصلي بطريقة مختلفة حنصلي الصلاة المقتدرة اللي تغير الواقع اسألة دلوقتي واحنا بنتكلم على الصلاة المستجابة يعني كونكلوجين على أني أكون خارج عن نفسي خارج عن ذاتي يا ببحث عن الله يا ببحث عن مقاصد الله طبعا ده الندوك واني أخرج عن طلبات اذاتية واخرج عن احتياجات اذاتية وجينا على حجم الطلب الصلاة تتناسب مع حجم الطلب سيادتك ها حظر ايوه جبت طلب اني ايش في ابني ايش في ابني بالنسبة لي انا كان حاجة ضخمة جدا وتساوي كتير جدا وحصل بكل تقطي وربنا هيقدر كده ولا هيزعل هيقدر طح بس هنا هنا دي طلبة شخصية لحد كبير فهي دي انا بخرج من ذاتي ولا دي دي من طلباتي الذاتية اتنين وده اللي قلنات دور المرة اللي فاتت انا ممكن اطلب لأجل ان امرأتي تتعدل اخلاقها عشان استريح او ممكن اطلب الابني المريض مش عشان استريح عشان انا ايه بحبه فكل صلاة نبع من حب مش عشان رحتي عشان بحب تتناغم مع قلب ربنا عشان هو قب بيحب لو شفت بيتبكي عشان ابنه هيقولك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قلبي لكن بتصلي لابنك لانه متعب وربي خليه بطلشي قوي بقى عشان استريح يبقى انت بتطلب لمين فرق بالاثنين برضو ده يعني انا انا زي ما انا عايز ربنا ينجيه من مرضه او ينجيه من خطيته برضو عايز بطل من ربنا على انه يصلح له طريقه كويس ليه وكل ما ليه يبقى ده حب كل ما ده مجرد لي عشان سمعتي ومنظري قدام الناس فهمتني انا عايز اسأل في حاجة بشكل وقعي شوية احنا بنعمله هالربنا هو اللي بيحط على قلبي حاجة زي كده ان انا اطلب لاجل جميع الناس يعني شوية احنا بنبقى نانيين الوقت كله شوية صغيرين يعني شوية كتير يعني فدايما بنفكر في اللينا ايوان لو روحي لو حاجة روحية يا رب اغيرني اغيرني اشتغل فيي انا فهلا ان انا ما بادخل في عمك جامد مع الرب وكل ما ادخل في عمك هو بيحط على قلبي محبة قوي لباقي الناس ان انا صلي لاجلهم ولا هل المفروض ان انا اتدور على ده ابحث في ده جوية اجتهد انا مع ربنا يعني هو اللي بيحط على قلبي محبة لاجل جميع الناس انهم كلهم يعرفوا طريق رب زي ما انا عرفته انهم مايشوا نفس الحياة مع رب زي ما انا عايش ويعرفوه ولا ده المفروض انا حاجة اجتهد ان انا اعملها عشان دولة برضو اخواتي في الرب واحنا كلها عضا جسد واحد عفتكر الاثنين مهمين اذا احنا اخدنا بالنا من الايات بيقول احنا ما نعرفش نصلي لو انا الواحدة كده دخلت وحاولت بقى اعمل اللي بيقال عنه ده هعرف لا مين يعرف يعمل كده فيا الروح القدس فلو انا عملت اللي بيقوله الكتاب دوت قلتوا انا مش عايز اقعد اصلي على الربع جنيه انا عزيز استخدم وقتي عشان اصلي لمقصدك الالهية بس انا ما عرفش لو جبت بالنفسي مش عارف لا حجيب دموع ولا حجيب ولا حاجة خالص فبسلم نفسي للروح القدس مش كده فروح القدس بيريني مين ربنا فاكرين في الشركة بيريني قلب ربنا بيريني مقاصد ربنا فلما بسمع صوت صراخ الناس لما سمعتوا هذا الكلام زي ما بيقول لموسى اني رأيتوا مذلة شعبي اني سمعتوا صراخه فكأن بيوصل لودان موسى صوت الصراخ وبيوصل لعيون موسى منظر المزري اللي هم عايشين فيه فاهماني فلما بدي نفسي للروح القدس الروح القدس بيفتح ني عشان اشوف ويفتح وداني عشان اسمع فبعرف ادي له فرصة انه يئن فيه انه يصرخ فيه انه يبكي فيه انه يتوسل فيه فاهماني الناس اللي سمع سمع صوتي انا بس في الواقع اللي بيعمل كده جوايا مين مشانا انا مش هارف اعمل كده انا مش هارف اعمل كده اول سنة لما روحت الكويت لما روحت العراق وكان اول لقاء للكنائس للصلاة من اجل العراق وانه حوالي 651 والحقيقة وزير الثقافة فتح المسرح الرئيسي للعاصمة للمؤتمر دوت وحنا مصلي ومتأسرين جاء وقت انا يعني عدت عيط بطريقة جنونية قد حسك ان معادتي دي او احشائي دي بتنسكب ده مش شعبي ده مش اهلي انا ما ما عشتش في شارع بل ما شفتش المناظر اللي هم بيحكوا عنه جالي شاب اخر مرة كنت في العراق وجالي قال لي انا انا مش هنسى المنظر ده انا مش هنسى واحد مش عراقي بيبكي على بلدي اكتر من انا ببكي عليها اكيد ده مش انا اكيد ده مش انا معرف شعم القدر فهميني بقول ايه سؤال تاني هستخدم الكلمة الاخيرة اللي حضرتك قلت اكيد مش انا انا حاسة انه يعني كلما عملا براجع في الحلقات اللي فاتت كلها الدنيا عملا توسع توسع وانا عملا بلاقي نفسي عملا كده 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 مش لاقي ايه ده ملكت اللي انا بعمله ده كان ايه انا كنت متخيل انا عملا بجاهد وعملا بتقرب لربنا وعايز اخد اللي على قلبه بس حاسة انه المسافة عملا بتبعد قوي ودلوقتي حضرتك بتقول اكيد مش انا امال ايه هو ايه زي ان انا لما بفهم السكة دي حبطل اعمل ده صح حبطل عايق فهماني حبطل اعمل كده حطلب ربنا حديله نفسي عشان هو ايه يصلي فيه حلاق نفسي ده بيحصلي لكن لما انا مش فاهم بعمل اللي الناس بتعمله بطلب الربع جنيه اول 250 الف جنيه لما انا مثلا هاجا صلي عشان واحد مريض فيه ايات مشجعة جدا في كتاب المقدس عن الشفاء والمساح كان بيشفي يعني لما بقولها انا وبصلي بتشجعني جدا وبتدينا امل ان الشخص ده يخفي فعلا هل دي بتفرق مع الله في حاجة ان انا مثلا افكر مكتول ايات اه يعني وفكروا بوعود هو قالها بتفرق معاه في حاجة او بتخلي التلبة تستجاب مفيش بند اسمه اذا الصلاة كان فيها ايات في بند لو الصلاة حسب ايه مشيئته مشيئته فالايات دي عشان تشجعني انا مش نشجع ربنا صح كده ففي مبدأ مفيش ايه بتقول اذا صليتم الايات التي في الكتاب يسمع لكم لكن في ايه اذا طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا انا واضح تضيلي محتاجة بس استفسار عن حجم التلبة على حجم التلبة او هنا في اعمال الرسل لما بترس ويوحنى جوم يشوفوا الشحاز الاعرج اللي بيكون على على باب الهيكل بكلمة واحدة بس شافوه صح طيب فين حجم التلبة انت هنا بتقول بلاجاجة وبصراخ وبدموع وبالحاح طيب هنا ده بكلمة فانا بس محتاجة توضيحا حجم التلبة امين هاي لا قوي قصة الاعرج دوت قصة الاعرج دوت اولا اللي حصل دي اسمها موهبة ايه شفاء مش دي طلبة البار تقتدر في فعلها دي موهبة شفاء في موهبة الشفاء انا ما بيقعدش اتضرع المسيح لما كان بيشف المرضى بكلمة بلامسة مش كما ففي موهبة الشفاء غير انا بتضرع من اجل ملكوت الله يتقدس اسمك يأتي ملكوتك ده كم مشيت لما خدت المثل بتاع الطفخ المريض انا بقول شف الطريقة الطبيعية اللي هتصل بياه لو ابنك مريض لان بحسب حجم ايه الطلبة دي موهبة شفاء زائد دي ايمان وحنجلها ده ايمان ده ايمان مين ايمان الراجل مش ايماني انا مش كده ده ايمان وهو هو صدق خف انا دوري اني بنقله الايمان ده مليء اياه اعطيك باسم يسوع النصري قم وامشي بولس في حتة بيقول لما لقى ان الراجل له ايمان مد ايده وهو قال له امشي لاني شف عينيه ايمان قال له امشي امشي ام وامشي فاهماني فالموهبة الشفاء ومعجزات الشفاء ما شفناش فيها تضرع لكن اللي شفناها التضرع انه هما في الكنيسة قبل ما المعجزات دي تحصل قاله اعطي عبيدك اني تكلموا كلامك بكل مجاهرة بمد يادك للشفاء فاحنا يا كنيسة جوه الجدران هنصرخ ونتدرع ان ربنا يعمل ايه اياته عجايب ساعة الاياته العجايب مش محتاجين بقى ايه نصرخ صح مش محتاجين نصرخ عشان الناس تصدق ان الموضوع مش صراخ الموضوع سلطان المسيح وايماننا في المسيح انا واضح عزيزي المشاهدة اشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة في رحلتنا مع مدرسة المسيح الحلقة الجاي هنكمل شروط الصلاة المستجابة كيف نصلي صلاة مؤثرة تغيرني وتغير العالم الذي من حولي الى ان نلتقي رب يحفظك ويحفظنا تلاميذ للمسيح امين في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها word تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf تقدر تلاقيها powerpoint او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها او تكون للايفود بتاعك او تكون للايفون بتاعك او تكون كمان window media player والسيديهات الديفيديهات high quality موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك الى ان نلتقي ربنا معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة